بالشكر تدوم لنا نعم لن نحصي تلك النعمة فضل سعة جود كرم أغدقنا الله بها كرما من حولك فانظر وتفكر أنعم غيث فيك هما تستوجب شكرا فتذكر روحا قلبا عقلا وفما نعم الله علينا أن يمنحنا أعمال يعني سهلة لكن عظيمة العطاء وعظيمة الرد من الله عز وجل ومن ذلك مثلا الصدقة الصدقة ترا يا أخواني تراها رزق والله رزق وتوفيق ولذلك الله ماذا يقول يقول الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ترى الرزق ليس الفقط أنه المال الذي تملكه بل الرزق وتوفيق الله لك عندما يجعل الله يدك عليا وليست يد سفلة كل يوم ملائك تدعو لمن يده عليا اليد العليا خير من اليد السفلة ولذي أبدأ بمن تعول كما قال عليه الصلاة والسلام وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله الصدقة باب خير وهبه من الله ليس كل شخص ترى يا أحبابي قادر على أنفاق المال ولذلك للصدقة مداخل متروعة يعني مثلا في الحديث عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي يعني هم الآن يستكون من؟ يستكون أهل المال إلى رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم قال أوليس الله قد جعل لكم ما تتصدقون به قالوا في شيء تصدق فيك نعم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة شوف الفضل وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة يعني أن ينام الرجل مع زوجته قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال فلاحظ كيف أن الصدقات ما هي محشورة فقط في المال بل واسع الباب بواسع والعجيب يا أخواني لاحظوا لاحظوا تنوع ترغيب الله لعباده بالصدقة فتجدوا مرة ما يقول لهم أن الله يشتري منكم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إذن لاحظوا هنا الآن سمى الصدقة بيع كأنك تبيع وتشتري مع الله وأنت ربحان أيضا مثلا الله يستحثك على أن تقرض عجيب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أيضا مثلا في الصدقة الله يرغبك بالمضاعفة يعني يضاعف لك صدقة مثلا الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسعون العين بل إن الله يعدك أن ينمي عطيتك عجيب ماذا يقول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة يعني الصغيرة هذه اللي تحتقرها أنت لتصير مثل أحد وذكر تصديق ذلك قال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات يمحق الله الرباء ويربي الصدقات وأيضا يعني في الصدقة الله عز وجل ينصرك بعطيتك يرزق بعطيتك كيف ما هو يقول عليه الصلاة والسلام أبغون الضعفة طب ليش قال فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم فلذلك عندما تعطي الضعيف فإنت تأتي بالرزق لنفسك والفرج وتأتي بالخير لشان كذا سبحان الله عز وجل أخواني والله الذي يريد الفرج أبشروا ترى يعني الفرج يأتيك بالصدقات لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا إيش ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم من كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة ما اجمل التجارة مع الله يا أحبابي الله سبحانه وتعالى أحبابي أقرب ما يكون يكون العبد المحتاج هجيم كيف ألم يقول الله عز وجل في حديث القدس يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين هو أصلاً مستغرب يعني كيف يزور الله وكيف يمرض الله قال أما علمت أن عبد فلان مرض فلم تعد ترى حين قلنا أن من الصدقة الصلة ابتسامتك في وجه هذا المريض رحمتك فيه هذه ترى من الصدقة أما علمت إنك لو عدته يعني لو زرته لو وجدتني عنده ثم ماذا يقول كمر الحديث قال يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبد فلان فلم تطعم أما علمت أنك لو أطعمته لو وجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي هذه الصدقة يا أخواني الصدقة تدفع ميتة السوء يقول عليه الصلاة والسلام إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء يحميك الله يحفظك الله بهذه الصدقة من أن تقع في أمر ممكن يعني يؤذيك بل لأنه في الحديث الآخر أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتقي الآفات وتقي تقي الهلكات وأهل المعروف في الدنيا أحبابي ترى هم أهل المعروف في الآخرة يميزون يوم القيامة ولذلك يا أخواني احرصوا على الصدقة الله عز وجل ما مدح أهل الإمام هذا قال الذين في أموالهم إيش حق معلوم للسائر والمحروم فتجد أنه يقتطع من ماله شهريا مبلغ ولو بسيط ترى يا أحبابي الله عز وجل ينظر كم دفعت الله ينظر كيف دفعت الله غني عن صدقتك لكن هي لك هي غطاء سبعة نظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يميره الصدقة هذه تقربك إلى الله سبحانه وتعالى فما حل الصدقة في حياتك ترى يا أحبابي كثير من الناس محتاج إلى أنك تقف معه وبعدين ابحثوا ترى الأقربون أولى بالمعروف دور في إخوانك دور في أبنائك ترى يمكن أخوك أنت فاتورة الكهرب متراكم عليه أنت ما تشعر فأكرموا ليكرمكم الله وادفعوا لي يدفع الله عنكم الشر أسأل الله نجعلنا وإياكم وفقين لكم الخير أسألكم الله تستوجب شكرا فتذكر روحا قلبا عقلا وفما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر